لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ما حقيقة منع زوج عبير موسى وابنتيها من الزيارة في السجن على قرمز الكوكي النطق الرسمي باسم هيئة الشجون والإصلاح على تصريحات هيئة الدفاع عن عبير موسى حول علم تمكنها من الزيارة لبنتها وزوجها عن التفاصيل قال الكوكي في تصريح ليف ام صباح اليوم نقاط التحقيق أسنى في ثلاث منسبات بالزيارة دون حاجز مع الزام دارسيج باحترام الترتيب القانونية والشروط المعمول بها في الغرض وهي شروط أمنية وإجرائية والتثبيت من صلة القرابة وشروط بشرية ومادية وأشار إلى أن الإشكال حادث في الزيارة بالتاريخ يوم 7 نوفمبر أيضا أين حصل الزوج مرفوكا بابنتيه لزيارتها فما كان من إدارة إجنة انطلبت منه والانتظار وتقدم القفة من الباب للآخر إلى أن يتم ترسل جميع الإجراءات لأن القانون يسمع بالزيارة المباشرة لشخصين فقط في قوله وأضاف أن زوج عبير موسى عبر عن غضبه للجنة من عقدة للغرض بالتخريص لها بالزيارة فتم إعلامهم بذلك إلى أنه رفض وغادر وفك تعبيره اللهم يحفظ كل أبناء الشعب التونسي رب وحميهم اللهم أمين ترجمة نانسي قنقر